موسيقى حلقة اليوم من كوادريغا روسيا في ظل بوتين من يبالي بالديمقراطية يتبع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أدائه اليمين الدستورية قبل عام نهجا سياسيا جديدا صارما تنصيب بوتين لولاية الرئاسية ثالثة يعد سابقة مهد الطريق لها تعديل دستوري آلاف المواطنين الروس عبروا عن رفضهم وتظاهروا ضد النظام يعتبرونه فاسدا وقمعيا واتهمت منظمات حقوقية الحكومة الروسية باضطهاد معارضيها بمساعدة جهاز أمن قمعي ونظام قضائي منحاز وتعد محاكمة ناشطات فرقة بوسي رايوت ومداهمة مكاتب منظمات غير حكومية أمثلة واضحة على ذلك فهل هناك مجال لديمقراطية حقيقية في روسيا بوتين؟ يرافقكم في هذه الحلقة أحمد عبيدة أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم كوادريغا لمناقشة موضوع هذا العدد أرحب بشتيفان بوخن الصحفي من القناة الألمانية الأولى وبسعيد سمير الصحفي والخبير الإعلامي وأرحب أيضا بأكتم سليمان الصحفي والمحلل السياسي أهلا بكم جميعا ضيوفا أعزاء أبدأ معك شتيفان وأسأل ما الذي ينقص روسيا في ظل حكم بوتين لكي تصنف على أنها بلد ديمقراطي وهي التي تتمتع بمؤسسات بدستور جديد وأيضا بانتخابة تشريعية نعم يجوز أن ننظر إلى الانتخابات ونسأل هل الانتخابات كانت نزيهة وعادلة وشفافة وممكن أن نطرح علم استفهام على هذا السؤال وممكن أن نتساعل عن دور بوتين نفسه الذي هو موجود في رئاسة روسيا في مناسب مختلفة منذ السنين ولا يرحل أبدا يعني ممكن نتساءل عن البرلمان ودوره هل هو مناسب لدور برلمان في دولة ديمقراطية ولكن أهم من كل هذه المسائل في رأي أسئلة أخرى يعني تطرح بخصوص روسيا وهي يعني وجود ظواهر قبيحة يعني هكذا أسميها مثل القتل قتل معارضين قتل صحفيين انتقاديين يعني هذه ظاهرة موجودة في روسيا يعني أو عندما ننظر إلى القضاء يعني يوجد هناك أحكام صادرة عن المحاكم الروسية التي هي غير عادلة ويطرح السؤال كيف وصلوا إلى مثل هذه الأحكام يعني ناس دخلوا السجن من اقتصاديين يعني رؤساء شركات أو معارضين يعني على اتهامات يعني ممكن يكونوا وهمية هل يحتاج النظام بوتين فعليا إلى هذه الوسائل كي يتخلص من معارضه وهو الذي يتمتع بسلطة واسعة أيها يعني اقتربت من النكتة الأهم يعني في رأيي وهي وجود الدولة العميقة في روسيا يعني وأجهزة الأمن يعني من يمارس هذه يعني أعمال القتل التي أشارت إليها من بوليتكوفسكا الصحفية المشهورة إلى يعني أعمال قتل أخرى يعني من مثلا يأمر بأن تصدر أحكام معينة من محاكم في روسيا يعني يوجد هناك دولة عميقة في غموض شامل يعني البرلمان لا يصل لمراقبة هذه الدولة العميقة يعني أجهزة الأمن ومن يقترب من هذه المسائل من صحفيين فهو حياته في خطر في روسيا ها هي الظواهر التي يعني تبعد دولة روسيا عن يعني معايير دولة ديمقراطية نعم أكتم كيف تنظر إلى كل ما تفضل به اشتيفان قبل قليل في توصيف ما يجري في سوريا وهي في نظري عوائق يمكن أن تعتبر عوائق تحول دون إقرار ديمقراطية في هذا البلد تقصد روسيا طبعا بالنسبة لما ذكره اشتيفان بالتأكيد هناك نقاط مهمة موضوع الأمان والأمن لصحفيين موضوع السماح بوجود خروج عن الخط العام بالتأكيد هذه كلها أشكاليات موجودة لكن ما ذلك أعتقد أن هذا التحليل يظلم روسيا روسيا من الدول التي تقاس حاليا بمقاييز ديمقراطية على أساس أنها ابتعدت بعد عشرين عاما عن الشيوعية والنظام الحكم الواحد وننسى أن روسيا لم تعرف الديمقراطية في تاريخها على الإطلاق بمعنى قبل الحكم الشيوعي كان أيضا حكم القياصرة وقبل ذلك لم يكن هناك أيضا أحكام أو حكم ديمقراطي إذن هي عملية تراكم تاريخي أدت ليس صدفة أن الحزب الشيوعي الروسي أمسك بهذه البلاد أو السوفيتي في ذلك الحين بقبضة حديدية في هذا المكان من العالم وليس في مكان آخر هناك نوع من الاستمرارية في سلطة القوية رجل القوي الحزب القوي الحكومة القوية الدولة القوية وهذا الأمر تعرض لإهتزاز صغيرا جدا وقصيرا جدا في عصر ما بعد انهيار الالتحاد السوفيتي في عصر بوريس يلتسين وكانت لهذا الأمر نتائج وخيمة على المجتمع والإنسان في روسيا بشكل عام أيضا وجاء بوتين كمنقذ جاء بوتين ليعيد هيبة الدولة ليعيد قبضة الرجل القوي وعلينا الاعتراف بأن هذا الأمر لم يكن مخالفا لرغبة أغلب الروس أغلب الروس كان يبحثون عن هذا الرجل وعن هذا الحكم في هذه الظروف وهذا أمر مفهوم يعيد ولا تعرض لفوضى لفساد بهذا الحجم هو أمر مفهوم ذكرت بعض رجال الأعمال الذين سجنوا ربما ليست المشكلة في من سجن المشكلة أكثر في من لم يسجن يعني رجال الأعمال في عصر بوتين وهم رجال ما فيه في نهاية الموضوع في نهاية المطافهم رجال ما فيه أغلبهم لكن بعضهم أدى الولاء ومراسيم الطاعة لبوتين وانتزم بأليات المعضة وبالتالي حصل ما يشبه العفو وتناسي ما جرى وبعضهم ظل صوته قويا ومعارضته حاضرة وهنا عوقبة لكن على أشياء فعلها وليس على أشياء لما يفعلها إذن علينا أن نظلم روسيا بأن نقارنها بألمانيا أو أسوأ من ذلك أن نقارنها ببريطانيا لتعرف الحركة الديمقراطية أو البرلمان وغير ذلك منذ أكثر من 300 عام روسيا تقارن بدول شبيهة بها وفي هذه المقارنة تكون الصورة أكثر نسبية تكون الصورة أوضح وتكون هناك ربما مراعاة لرغبة وهذه الديمقراطية ورؤية أغلبية الروس وليس فقط الجوانب المعارضة في المجتمع أوافق مع كل كلمة التي قلتها السؤال إذا هو يطرح كما طرحه أحمد هل روسيا دولة ديمقراطية فلازم نجاوب ونقول لا يوجد أسباب تقودنا إلى أن نستنتج أنها ليست دولة ديمقراطية ولكن السؤال هل نطلب أيضا من روسيا أن تكون دولة ديمقراطية هل نتوقع ذلك هل كغربيين أو صحفيين غربيين علينا أن نطلب من كل دولة في العالم أن تكون ديمقراطية وهنا القضية تصبح أيضا أكثر نسبية كما قلت فكل دولة بالأساس ممكن أن تختار طريقتها وكأنك أكتم أردت أن تقول في معرض مداخلتك بأن الشعب الروسي نفسه يرغب في رجل قوي ويرغب في هذه الصورة التي يقدمها بوتين والتي تفرند بها في الواقع بعد انهيار الاتحادة لا يمكن أن يتحول إلى ناطق باسم الشعب الروسي لكن ما نشهده من إحصائيات ما نشهده من نتائج الانتخابات رغم التزوير هنا وهناك ما شهدته هناك من تعامل مع هذا الشخص يعني بوتين صياد النمور بوتين قائد الطيارات المقاتلة بوتين لاعب الكرتين تخيل لو أن أنجلة ميركل في ألمانيا قامت بشيء مماثل صيد نمور أو صيد سمك أو أي شيء سيكون الموضوع مصدر ضحك في هذا البلد لا يتوقع هنا من هذا الموظف الذي يستلم السلطة لإدارة البلاد لفترة معينة هكذا المفهوم في ألمانيا وفي الدول الشبيهة لا يتوقع منه أن يقوم بأعمال بطولية عليها أن يدير الأزمة عليها أن يقوم بحل أزمات اقتصادية أن يتخذ قرارات صحيحة في روسيا التوقعات من هذا الشخص الذي يكون في الأعلى لأسباب تاريخية كما ذكرت ومجتمعية توقعات كبيرة سواء كان بوريس يلسين في حينه فشل في ذلك سواء كان الشيوعيون قبله سواء كان القيصر والآن القيصر الجديد فلاديمير بوتين هناك نعم توقعات من شعبه منه أن يكون قويا في السياسة الخارجية في السياسة الداخلية هناك المشهد الرهيب الذي شاهدناه مرة تراه ربما في اليوتيوب إذا أردت كيف أراد بوتين أن ينقذ شركة روسية تعاني من الإفلاس فجاء بمجلس إدارتها وأجلسهم كأطفال الصغار ونظر إلى الأوراق وقال لأحدهم يا فلان أنت لم توقع على خطة الأنقاذ فجاء الرئيس الشركة كالتلميذ إلى الرئيس الروسي أعطاه القلم ووقع على الخطة ثم مشى فقال له بوتين أعد للقلم هذه الصورة لا يمكن أن تجدها إلا في روسيا أو دولة تحكم بهذه الطريقة وهو أمر لا يستهجم من أغلب الشعب الروسي في حين لو جرى في دولة ألمانية أو غيرها لقال كثيرون فضيحة وما علاقة المستشارة أصلا مع علاقة السياسة بالاقتصاد وما علاقة الرئيس مجلس دارة الشركة وما علاقة هنا السياسة تكون حذرة دائما السياسة تحدث علينا أن ندير الأمور علينا أن نبتعد عن الاقتصاد لكن هناك الأمن مختلف هناك خصوصيات بطبيعة الحال موجودة عندما نتحدث عن الروسيا لكن هذا لا يمنع من القول بأن هناك مبادئ أساسية للديمقراطية يجب أن تعتمد ويجب أن تتبع أيا كانت الظروف فماذا تقول سعيد؟ أولا أحب أن أعلق على ما تفضل الزاملين وقالوه شتيفن بوخن كان مهزبا عندما وصف الممارسات الروسية أو ممارسات الحكومة الروسية في ظل حكم بوطن بالقبيحة في الواقع هي تتعدى مرحلة القبح هناك جرائم إنسانية ارتكبت في عصر حكم بوطن وعندما نتحدث هنا نحن نتحدث عن حكم بوطن الفرق بين الدولة الحديثة المتقدمة والدولة المتخلفة النامية هو معيار أن يكون هناك نظام في روسيا الآن كما تفضلت وقلت وكأن به نوع من أنواع الإعجاب أن بوطن قوي وبوطن يمثل بطلا قوميا هذه الخصائص تكون متوفرة فقط في الدول النامية في الدول المتخلفة التي تبحث عن زعيم ولا تبحث عن مدير جيد لإدارة شؤون بلادها فتقييم الوضع السياسي في روسيا وحكم بوطن هو بعيد كل البعد عن الديمقراطية وقد أداعي أن الرئيس بوطن قد يكون من أخطر رؤساء الدول الحاليين لماذا؟ أولا لو رجعنا لخلفياته نكد أنه كان يعمل في الكيجيبي وهو عميل مخابراتي وكلنا نعلم نوعية التدريبات والثقافة السياسية التي يتربى عليها عملاء المخابرات بعد تولي منصبه في الكيجيبي بشهور قليلة بدأت حالات من الإغتيالات السياسية في عصر يلسن وكان هناك أصابع اتهام تشير إلى الكيجيبي وحتى الآن وعلى فترة أكثر من عشر سنوات 12 سنة الآن هناك حالات من الإغتيالات السياسية لا يمكن أبدا أن نضع رأسنا في الرمل ونقول أن هذه دولة لها تاريخ وليس لها علاقة بالديمقراطية بشكل تاريخي تحدث في هذه النقطة بالدبط عن الدولة العميقة وأكتم وصفها بالمافيات هي ليست دولة عميقة بقدر ماي أنا أتصور أن بوتن لو بقوته وزكاؤه لو كان لديه ثقافة سياسية مختلفة عن ثقافة القوة والقمع كان من الممكن أن يأخذ بروسيا إلى مصاف الدول المتقدمة ولكن هذه المسألة مسألة ثقافية بشكل كبير فهو كما تفضل وقال ثقافته السياسية تنبع من فكرة الرجل القوي الذي يستطيع أن يأمر فيجاب فوق القانون يعني في عاهد بوتن تم إصدار قوامين غير دستورية ليس فقط غير دستورية أولا تغيير الدستور لمصالح شخصية حتى يستطيع أن يتولى فترة رياسة ثالثة وأطول يعني كانت أربع سنوات صارت ست سنوات فهذه كلها من مظاهر الدول المتخلفة أن يتم تغيير دستور البلد كامله من أجل شخص واحد شيء آخر نقطة أخيرة إذن المشكلة ليست مشكلة دولة عميقة أنا أتصور أن بوتن هو المسؤول على كل ويفهم ماذا يدور داخل روسيا في العمق ويستطيع أن يأخذ بروسيا في طريق آخر ولكن هذا يخالف طبيعته يخالف ثقافته يخالف مفهومه عن الحكم الجيد وهذا هو الفرق وأتصور أنه لن تستطيع روسيا أن تصبح دولة ديمقراطية في ظل حكم بوتن وإن كان له هناك شعبية تفضل وقال أن الشعبية ليست مطلقة يعني عندما نجح بوتن في الانتخابات الأولى كانت 53% وبعد أن تمكنوا في قبضته على الحكم تجاوز السبعين ولكن في المرة الأخرى رجع إلى الستين وهناك معارضة قوية والمصيبة الكبرى الذي يجب أن نتحدث عنها هي المصالح الدولية للاتحاد الأوروبي والغربي بشكل عام مع روسيا التي تجعلها تتهاون سنتترق تتهاون في نقضه والضغط عليه ويجب أن نعترف للأسف الشديد أن في السياسة الدولية المصالح المباشرة وليس شعارات حقوق الإنسان والحرية هي أدوات اللعبة سنتحدث عن علاقة روسيا بالاتحاد الأوروبي وبالولايات المتحدة الأمريكية بمعنى آخر عن السياسة الخارجية الروسية كاملة في سياق هذه الحلقة ولكن أرى لديكم رغبة في الرد أنا وافق على تحليل لشخصية بوتين ولكن عندما نتكلم عن مصطلحات مثل التقدم والتخلف في رأيي علينا أن نتحذر أكثر لأنه عندما نصف روسيا كدولة متخلفة أو النظام الروسي نظام متخلف ونقول بأن في الدول المتقدمة من يقود هذه الدول هو لا ينتبه أو بمقييس البطولة وإلى آخره فأنا أتذكر بالتصوير بوش بعد احتلال العراق هذا التصوير أبرز ما لم يكن يليق أن يبرز من بدن جورج بوش وعندما مثلا أفكر برسم الدستور حسب شخصية فأتذكر بالجمهورية الخامسة الفرنسية عندما تولى الرئاسة الرئيس دوغول في 1958 فقد رسموا هذا الدستور حسب شخصية الجنرال فما زلنا في الجمهورية الخامسة هذه الجمهورية التي شكلت حسب شخصية الجنرال دوغول في هذه المقارنات في رأيي لازم أن أتحذر أكثر شوية ولكن أوافق مع كل شيء الذي قلته بالنسبة للشخصية سعيد ذكر أيضا المعارضة فعلا هناك معارضة لها مطالب مشروعة تريد أن تحرق المراحل للوصول بروسيا إلى مصاف الدول الديمقراطية بسيطة عامة هل يستطيع بوتين تباع سياسة الأذن الصماء إذا أهد هذه المعارضة إلى ما لا نهاية؟ مدامة هذه المعارضة غير قادرة بدورها على تجنيد 60% من الشعب الروسي كبوتين فلن يصغي إليها وهذا أمر طبيعي في السياسة السياسة لا تنطلق من مثاليات سأستلم بلد في يوم في الأول من الشهر بحالة معينة وسأسلمها في آخر الشهر في حالة رائعة لا تقاس الأمور بهذا الشكل وأنما توزيع القوى الداخلية ما زالت المعارضة الديمقراطية الليبرالية في روسيا معارضة ضعيفة شعبيا بل إن المعارضة الأكبر هي المعارضة الشعية عذرا المعارضة الأكبر هي المشعيون داخل برلمان وزغانوف وجماعته والذين يريدون العودة إلى الاتحاد السوفيتي فيبدو بوتين الذي يتهم الآن بأنه راديكالي أو متشدد أو رجل قوي يبدو كأنه حمل وديع بالنظر إلى العودة إلى التاريخ هذه نقطة المعارضة مشكلتها ليست مع بوتين وإنما مع مجتمعها وهذه الأزمة التي بدأت أن يعاني منها بوتين الآن مع ظهور أجيال لم تعرف عهد يلتسن السيء ولا تقارن يلتسن ببوتين مقارنة يلتسن ببوتين تجعل بوتين دائما ملكا وقيصرا وملاكا إذا أردت لكن هناك أجيال عندما جاء بوتين الحكم كانت مثلا في العاشرة من عمرها الآن هم في عمر الشباب ولا يعرفون عصر يلتسن إلا مما يسمعونه من أهلهم وهؤلاء لهم طلبات مختلفة غير النظام والقوة وربما العزة القومية وغير ذلك لهم طلبات من نوع التعبير السياسي التحرك على مستوى الجمعيات أكبر المشاركة في الفعل الاجتماعي وهؤلاء الذين بنوا الحركة الصغيرة ما زالت الديمقراطية التي احتجت عشية الانتخابات الأخيرة وانطلقت في الشوارع ولكنها لم تنجح في الاستمرار وبالتالي ليس بوتين بإرادته أو بحسن نواياه أو بسوء نواياه من يحرك كوسيا في هذا الاتجاه أو ذاك المجتمع أيضا بإمكانه أن يفرض على بوتين حتى الآن لم يفعل هذا المجتمع ذلك لم تنتشر المعارضة بهذا الشكل ما زال السعي إلى النظام هناك عمليات اغتيال هناك عمليات إساءة لديمقراطية وما إلى ذلك ولكن مع ذلك في النهاية ينتخب الزعيم في عي بلد في العالم من قبل شعبه وإذا كان الشعب يرى في هذا الرجل رغم هذه الأخطاء ولا أعتقد أن الروس من العمى بشكل أن لا يروا ما يحدث أيضا إذا كانوا يروا مع ذلك أنه أفضل الحلول الموجودة فسيبقى وغالبا لولايا أخرى بالمناسبة وإذا تحرك المجتمع باتجاه آخر فإن السقوط يكون منظما ويكون عاديا بالتأكيد هناك نقطة رئيسية أن النظام الروسي مبني كثيرا على الشخص بوتين حتى عندما كان مدفيليف كان رئيسا ونائبا لرئيس الوزراء في الحقيقة هذه أزمة فيزيولوجية في أهم من الأيام لن يكون بوتين موجودا إلى أين تذهب البلاد؟ هل سينجح فيه حتى على مستوى نظامه هل سينجح في جعل نظامه يولد قادته ويولد أليات الحكم ويولد الخط ويجدد نفسه بالضبط لكن تحدث عن المعارضة الفتية التي لها توجهات عصرية في ممارسة السياسة وما إلى ذلك طيب بوتين ألا ترى بأنه يفوت فرصة التعامل مع هذه المعارضة الفتية بطريقة لائقة حتى أنه سجن مغنيات فرقة بوسيرايوت لأنهم أدوا أغنية ناقدة له في إحدى الكنائس بالتأكيد الموضوع المغنيات بالذات أول هذه الأعمال الاحتجاجية السلمية التي تأخذ طبعا فنيا وما إلى ذلك كان بإمكان بوتين أن يحول الأمر إلى عفو عام رئاسي وينهي الموضوع وينهي الموضوع لكن كما ذكرت لك لا تبدو أنظار بوتين موجة نحو هذه الفرقة الموسيقية أو نحو تلك المظاهرة أو زعيم المعارضة لاعب الشترنج السابق وما إلى ذلك أنظاره موجهة كالسياسي يحكم بلد نحو الأغلبية وهو يشعر حتى الآن وربما بدون وجه حق لكن حتى الآن الأغلبية يشعر أنها معه ويتلي ملء التصرف على هذا الأساس لكن سيأتي اليوم الذي بالتأكيد سيضطر بوتين أو غيره لأخذ الآخرين أكثر بعين الاعتبار هذا أمر قادم إذن حتى ذلك الحين الرجل لديه أيضا من النقاط الإيجابية ما يتحدث عنه كل الأموال تقريبا التي هربت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي من روسيا إلى الخارج استطاع بوتين إعادتها عندما حول السوق الداخلية الروسية إلى موقع استثماري مهم جدا وحتى عشرات المليارات من اليوروهات عادت من قبرص وبعض المحللين الاقتصادين يقول أن ذلك ما سبب الأزمة المالية لقبرص حاليا هي خروج أرأس مال الروسي وعودته إلى روسيا في عام 2008 وليس الآن تفضل في الواقع لابد من الاعتراف بأن سياسات بوتين الاقتصادية كانت إلى حد ما ناجحها على المستوى الماكرو يعني على المستوى العام لاقتصاد البلد بالأرقام الإجمالية ولكن لو نظرنا لفترة حكم بوتين وتوزيع الثورة داخل روسيا الثروة الثروة هنكتشف أن موسكو المدينة الأولى في العالم في عدد المليارديرات الذين يعيشون فيها هنكتشف أيضا أن الفساد في عصر بوتين ارتفع بشكل غير مسبوق يعني هنا في برلين مؤسسة دولية مؤسسة الشفافية الدولية وتقوم بأعمال جيدة جدا لمراقبة الفساد في دول العالم وعندها مؤشرات لو نظرنا إلى العشر سنوات الماضية اللي هم غالبا كانوا تحت قبضة بوتين سواء مباشرة أو من خلال ميدفيديف أنا أجد أن ارتفعت مؤشرات الفساد في روسيا أضعاف الأضعاف هذا الفساد مع نوع من أنواع الصداقة أو الزواج الغير شرعي بين السلطة والمال كما يحدث في كثير من دول العالم العربية مشاهدين عربوا يعلمون ذلك جيدا هذا بيساعد فعلا ويشجع الاستثمارات الهاربة أن تأتي لأنها تعرف جيدا أنها سوف تستطيع أن تستغل المواطن الروسي وتستطيع أن تحقق أرباحا طائلة لن تحققها في أوروبا ويظهر ذلك من خلال الأرقام ولكن على المستوى الفعلي في داخل روسيا ستجد مدينتين موسكو وثانس بيترسبيرغ أكثر مدينتين يعني فيهم مظاهر الغناء الفاحش ولكن هناك في الشعب الروسي ناس تعاني الفقر المطقع هناك مشاكل داخلية داخل روسيا لا يهتم بها وكما تفضل أستاذ أكسام قال أنه لا يهتم باليعفو آه بالمعارضة هو هذا دائما هو منطلق الغرور والقوة وردا على ما قاله السيد شتيفن بخصوص المقارنة بين النموذج الغربي للديمقراطية أنا عندما تحدثت لم أأخذ النموذج الغربي للديمقراطية كمثال يجب أن يحتزى به ولكن علينا أن نعترف أن هناك مبادئ إنسانية عامة ليست فقط غربية تجدها أيضا في الإسلام محاربة الفساد موجودة في الإسلام إن صرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها يعني مبدأ واضح وصريح على المحاسبة والشفافية قبل أن تأتي ديمقراطية الغرب بقرون لكن ربما الحساسية التي لدى بوتين والساسة الروس بصفة عامة هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد التحكم من بعد في الآلية الديمقراطية التي تجري على الأرض بضبط وهذا خطأ ويمكن هذا الضر الوحيد الجيد الذي أراه لبوتين هو استقلاليته أمام الغطرسة الأمريكية هناك بالطبع محاولات عديدة أمريكا هي تقريبا القوى العظمى الأكبر في العالم وتريد السيطرة على السياسة العالمية وعلى مجرؤيات الأمور فبوتين ويمكن في المقدمة قال أنه بعد الانتخابات الأخيرة لكن في الحقيقة لو رجعنا بالتاريخ في عام 2007 هنا في ألمانيا في مؤتمر الأمن في ميونيخ قال بوتين خطاب قوي جدا رفض فيه التدخل الأمريكي وكان لهجة الخطاب مفاجأة للعالم وإعلان منه على إصرار أن لا تكون روسيا دولة بها نعم ولعل روسيا في ضل حكم بوتين تتمتع بقوة عسكرية واقتصادية أراد بها بوتين العودة إلى مصاف الدول العظمى في العالم سنتوقف مع تقرير يوضح مكام قوة روسيا ومكام قوة سياسة بوتين التي عادت بهذا البلد إلى مصاف الدول العظمى فابقوا معنا قوة روسيا العسكرية وترسانتها النووية كانت تاتر مزان لهذا البلد بوصفه قوة عالمية حقيقية لكن في الأثناء يتساءل كثيرون عما إذا كانت روسيا تلعب نفس الدور الهام في عالم ما بعد الحرب الباردة روسيا لا تزال تتمتع بمزايا اقتصادية وسياسية هامة يرتكز عليها نفوذها الجيوسياسي فألمانيا والاتحاد الأوروبي يعتمدان بشكل كبير على إمدادات الغاز والنفط الروسية كما أن حق الفيتو الذي تتمتع به روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي يمنح الرئيس بوتين سلطة التأثير على أهم القرارات الدولية وبينما أثار نهج بوتين الجديد والمتشدد اهتماما واسعا من قبل وسائل الإعلام جاءت ردود فعل القادة الدوليين متباطئة جدا في توجيه نقد شديد إلى رجل روسيا القوي رجل روسيا القوي أو الدب الروسي كما يحلل بعض تسميته لديه مخالب قوية وواضحة لا يمكن تجاهلها الآن فرض نفسه على الساحة الدولية فماذا تقول أكتب؟ أحمد قبل كل شيء بالنسبة للسياسة الداخلية هناك نقطة مهمة فيما ذكرت لا أعتقد أنه يمكن القول أن الأموال تعود إلى روسيا بسبب الفساد يعني الفساد يطفش بسبب سياسات اقتصادية جيدة هذا شيء آخر يعني أنا أذكر حتى بما يتعلق بمنظمة الشعفية العالمية ليست لدي الأرقام لكن إذا كان الفساد في عهد يلتسين أقل منه في عهد بوتين فهو لأنه وصل مرحلة هذا الفساد أنه لم يعد قابلا للقياس تعرفت في موسكو على رجل أعمال عربي حدثني كيف كان لديه شركات في عهد يلتسين بدون محاسب سألته الآن في عهد بوتين قال وضعت محاسبا فتخيل شركات بالملايين بدون محاسب هذا هو عصر يلتسين وهذا ما يراه الروس هذا هو السر على مستوى السياسة الخارجية هناك توازف الخط في عهد يلتسين هناك انفلاش كامل هناك انفتاح نحو الغرب يعني ما يطلبه الجمهور هذه سياسة كانت يلتسين لم تكن سياسة تقوم على الأهداف القومية الروسية بغض نظر عن شرعيتها أو غير شرعيتها بالنسبة لقايد هذا البلد يجب أن يسعى في هذا الاتجاه سواء كان بوش الأمريكي أو يلسن الروسي أو غيرهم هذه النقطة رفعت من شعبية الرئيس الحالي رفعا كبيرا لأن المواطن الروسي تربى أيضا نعود إلى التاريخ عبر عهد طويلة ليس على الافتخار بالازدهار لم يكن هناك ازدهار ولا على الافتخار بأمور مادية وإنما هناك نقطتان في النفسية أو في الروح الروسية مهمتان جدا الحرب الوطنية العظمى اسمها في باقي العالم الحرب العالمية الثانية والانتصار على النازية وهو فعلا كان غير ممكن بدون الروس والدور العالمي الذي لاحق بهذا بعد ذلك تمدد الاتحاد السوفيتي وصار ممسكا بنصف أوروبا وممسكا من مناطق أخرى في العالم وصولا إلى كوبا عند الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأمور كانت تلعب دور في النفسية الروسية بحق بغير وجه حق هذا هو الواقع الرئيس بوتين عمل على هذه النقطة مؤتمر ميونيك ذكرته مؤتمر مهم جدا كان عمليا إعلان حرب وإن كان بدون أسلحة إنهاء العلاقة التبعية لروسيا بالسياسة الغربية تحدث بوتين في هذا المؤتمر عن تقومون بالحروب وتقتلون الناس وتفعلون ثم تتهمون أننا نحن بأننا أنتم من تقتلون كغرب أنتم من تفعلون بل أنه طلب في بداية الحديث ألا يتم قطع الميكرافون حتى وإن لم يعجبهم الكلام بدأ الحديثه بعدم قطع الميكرافون وقطع الصوت فهنا ربما ثارت مخاوف في ألمانيا وغيرها الصحف في اليوم الثالي كانت مليئة بعناوين الحرب الباردة وعودة الحرب الباردة لكن في روسيا نفسها كان المواطن الروسي يشعر بأنه عاد إلى الساحة الدولية والأمور الدولية هي دائما أمور لا تعني المواطن العادي في حياته لكنها تعنيه نفسيا أي دولة لها تأثير عالمي هي دولة لا يعني شيء هذا للمواطن العادي لأمريكي لا يهتم كثيرا بدور بلده في أفغانستان لكن هناك ناحية نفسية نعم نحن قادرون وهذا شعور المواطنة بالنسبة للروس تحديدا شعور مهم جدا لأن روسيا ننسى هذا الأمر هي دولة متعددة القوميات والإثنيات والأديان وفيها فروق عجيبة بين المدينة والريف وبين مناطق الشرق والغرب عندما تبدأ الانتخابات في روسيا عندما كنا نغطي الانتخابات الروسية كانت النتائج تبدأ في العلامة عنها في سيبيريا بينما في موسكو لم يكن مركز الاقتراع قد افتتح بعد تسع ساعات من الفرق الزمني دولة مرعبة في تركيبتها وهذه الدولة تحتاج دائما لدور خارجي قوي يجمعهم على هدف معين يجمعهم على شيء معين وبحاجة أيضا إلى تثبيت تعائم السلطة الداخلية ذكرت الحرب الباردة هل هناك احتمال لعودة الحرب الباردة اشتفى بين روسيا بوتين والولايات المتحدة الأمريكية نعم منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وانهيار سور بيرلين يوجد نزوح في الطرف الروسي أن يعود بشكل من الأشكال إلى هذه السياسة العالمية التي كانت تقف على قطبين يعني القطب الواحد كان الولايات المتحدة والغرب والقطب الثاني يعني الكتلة الشرقية الاتحاد السوفيتي والدول الشيوعية فأعتقد بأن الروس كسلطة وكشعب يشعرون بنقص يعني وبتمايل معين أن يعودوا إلى هذه الأيام المجيدة فطبعا يوجد لروسيا بعض المركبات يعني الصناعية وهي تملك أسلحة نووية وعند برنامج فضائي موسع كما كان في فترة الاتحاد السوفيتي يعني يوجد تفوق علمي ما زال فسياسيا روسيا تحت رئاسة بوتين نجح نجحت أن يعني تقف حدا لتوسيع النيتو إلى الشرق يعني بوتين سمح للحلف الأطلسي أن يتوسع إلى شرق أوروبا يعني الآن يشمل معظم دول شرق أوروبا وأيضا ثلاثة دول البلتقية التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي يعني هذا النوم من الاستثناء ولكن عندما كان للغرب وخاصة للولايات المتحدة يعني الاشتياق إلى توصيع أكثر نحو يوكرين وجورجستان فبوتين قال لا إلى هنا فلغاية يعني ونتذكر بحرب جورجستان يعني عندما فقد الغرب يعني عمودا له في هذه الدولة وأيضا نتذكر بفشل الثورة البرتقالية اللون في يوكرين عندما يعني الموالين للغرب فقدوا يعني ما كانتهم السياسية في هذه الدولة يعني ف نعم فهنا نرى يعني بوتين نجح في أن يرسم خط إلى هنا نسمح للغرب أن يتقدم ولكن مثلا عندما نتكلم عن يوكرين عن جورجستان عن كازاخستان فهذه الدول هي ما زالت تابعة لدائرة النفوذ الروسية وهذه إشارة إلى سؤالك طبعا لروسيا هذا يعني هذا الاشتياق أن يحفظ بدور عالمي نسمي هذا الوضع بحرب باردة لا أعرف ولكن يوجد بعض التذكيرات لهذه الحرب الباردة وخاصة عندما ننزل إلى سوريا والدور الروسي في سوريا يعني هناك يعني على ما يبدو السلطة الروسية لا تريد أن تسمح للغرب أنه يعني العناصر والقوة التي تؤيدها تنتصر بهذه السهولة على النظام الذي كان حليفا لروسيا من قديم الزمان من زمان الاتحاد السوفيتي وهذا يعني طبعا يذكرنا بالحرب الباردة ويعني على ما يبدو روسيا تفتخر أنه في هذه الساحة الساحة السورية يعني باستطاعتها أن تواجه القوة التي هي تفسرها كأنها قوة يعني موالية للغرب نعم وحتى أن الغرب لم يستطع هكذا بدون تفكير وروية أن يسلح المعارضة السورية لربما بسبب المعارضة الروسية المطلقة لهذا التدخل بهذا الشكل أي تسليح المعارضة لحسم المعركة على الأرض أريد أن أسأل في موضوع أبعد إلى حد ما هل تكسرت النزع الأمريكية في إقرار عالم القطب الواحد على صخرة العناد الروسي بقيادة بوتين هذه ما فيك تقول أن بوتين لم ينجح فيها أنا قلت بالفعل أنه هو دي الشيء الوحيد الذي أراه جيء يعني لا بوتين ناجح هو عندما يكون هناك مجرم شاطر فهو تعترف بنجاحه أنه نجح في تحقيق ما يريد تحقيقه فبوتين بدون شك ناجح المشكلة ليس في نجاحه المشكلة في أهدافه من هذا النجاح بالنسبة للنقطة أو التساول الذي طرحته نستطيع أن نقول أنها بداية أو أنها من أحد المواقف المهمة التي وقفت أمام الغطرسة الأمريكية وأنا أتصور أنه في الفترة الأخيرة ولأسباب اقتصادية وفترة الرقود الأخيرة أمريكا أو الإدارة الأمريكية في عصر أوباما اتجهت بشكل ما إلى تقليل من الدور الأمريكي الدولي كالشرطي العالمي النوع من أنواع الغطرسة التي قام بها بوش سياسة عزالية خالصة إلى حد كبير لكن اسمح لي أيضا أعود إلى نقطتين مهمين باختصار لدينا نقطة مهمة أول نقطة بالنسبة للشياسة الدولية هو بوتين يفهم جيدا السياسة الدولية لهذا هو لا يعبأ كثيرا بأي اتهامات قد تدور لأنه يعلم أنه في النهاية المصلحة والحاجة إليه هي ما سوف يحكم الأمور عندما قالت هلاري كلينتون عن بوتين ينزعك وقال رئيس الدولة يحتاج العقل أهم شيء فإذن هو يلعب السياسة الدولية بشكل جيد ويحقق أهدافه بالنسبة للوضع مع سوريا هو لا يربط بسوريا أي عواطف أو أي مبادئ أو تاريخ هو يربط المصلحة المباشرة سوريا من أحد العملاء الجيدين جدا لدى روسيا في الأسلحة وفي العشر سنوات الأخيرة أكثر من واحد ونص تريليون دولار صدرات روسيا في مجال التسليح إلى سوريا تريليون فإذن عشر سنوات مليار 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 أعتقد مليار ألف مليار لا أعتقد فهي من ناحية وينظر إليها من ناحية الاقتصادية ومن ناحية المصلحة المباشرة وليست من أجل عيون النظام السوري أو التاريخ بين البلدين ونقطة أخيرة أن الرئيس الروسي بوتين يكفي أنه رسالة الدكتوراه التي حصل عليها هناك اتهامات مباشرة ووضحة ومن داخل روسيا بأنها مسروقة وهو حتى لم يعلق هذا مجرد مسأل على مدى لم يبقى لنا من الوقت إلى ثلاث دقائق هي سأقسمها عليكم لكل ضيف دقيقة أو أقل أرجوك جاوبني باختصار هل تتفق مع من يصف بوتين بستالين العصر الحديث مبالغة ولكنها في الاتجاه وليس ستالين بالحجم الأخير ولكنها في الاتجاه أتوجه بنفس السؤال إليك أكتم هناك من يصف سياسة بوتين بأنها تشبه إلى حد كبير سياسة ستالين تغيب الإديولوجيا أولا الإديولوجيا الشمولية ليست موجودة عند بوتين وكانت موجودة عند ستالين الظرف في التاريخ هي اختلف لكن أعتقد الاثنين يجمعهم شيء واحد أنهم جاء تعبير عن مرحلة وكانا انعكاسا لهذه المرحلة تماما كما سيأتي بعدهم كانا منسجمين الاثنين مع المرحلة التي أتت بهما بوتين وأيضا ستالين أو الزعماء الآخرين إذا ترى بأن بوتين سيدخل التاريخ بحكم المرحلة وأداءه في المرحلة التي فرضت عليه إن شاء إذا لم يستخدام إنجازاته حتى الآن نعم قد يدخل التاريخ لكن إذا أساء ذلك قد يدخلهم باب آخر أنا أعتقد أن روسيا نتمنى أن روسيا تصير دولة أقل انغلاقا لازم أن نتبع أن الروس لا يتكلمون اللغات الأجنبية إلا قليل منهم عندما ينفتحون أكثر للعالم والعولمة تصل إلى حد إلى روسيا فيكون أصعب لرئيس مثل بوتين أن يشبه لقدماه مثل ستالين ولكن طبعا في فرق كبير نعم هناك نقطة أخيرة أريد أن أختم بها هذه الحلقة يبدو أن لدينا بعد الوقت ما زال الغرب أوروبا تحديدا من يضغط على من هل تستطيع أوروبا الضغط على بوتين حتى يغير سياساته وباختصار لو سمحت لا أعتقد أن القوى الأوروبية قليلة جدا يعني يوجد مصالح مشتركة يعني روسيا تغذي أوروبا بالغاز الطبيعي وأوروبا تعتمد على روسيا فيوجد هناك يعني مصالح متبادلة ولكن لا يجوز لطرف واحد أن يضغط زيارة عن اللزوم عن الطرف الثاني يضع لك بسيط وأعتقد أن الدور هنا دور المجتمع المدني في الغرب وليس دور الحكومات الغربية لابد أن يكون للمجتمع المدني في الغرب دور أكبر في الضغط على روسيا نهامنا الوقت وبهذا نصل المشاهدين الكرام إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم كوادريغا أشكر ضيوفي شتيفان بوخن أكتم سليمان وسعيد سمير على حضرهم وإلى اللقاء في حلقة أخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة